ولكن النهاردة بنقول برضك احنا مع الحكام والنهاردة في نهاية الحلقة بنطلع أفضل طاكم تحكيم من وجهة نظرنا بما يكون مخطئين ولكن بنشوف مين هو اللي يستحق ان هو يكون أفضل نشوف على الشاشة عندنا أفضل حكم ساحة وهو أمين عمر الحكم المحترف البوريفيشنال في الاتحاد الفريقي اللي أنا بقول إن شاء الله إن شاء الله حيكون ليه مستقبل وحيبقى موجود في كاس العالم النهاردة هو أفضل حكم في الجولة اللي هي بمباراة صعبة جدا جدا لفرقتين كل واحد بيه يعتنافس عشان خاطر ده للجولتين 33 و 44 نكلم عن الأفضل حكم تاني أحمد نوفل كان عنده حالتين متميز وأنا بعتبره من أفضل حكام الجولة بقول أحمد مبروك عليك إنك أنت النهاردة قدت كويس تاني أفضل حكم مساعد نشوف الحكم اللي جاي ده الكابتن أحمد نزير هو حكم الممتقة الوادي من السعيد حكم مفترم جدا أخر سنة من خلقتنا لا تسمح لك أفضل مبروك يا أحمد وبالتوفيق وبالتوفيق وبنكرمك ممكن تجدد ممكن بعد كده إن شاء الله تبقى محاضر ولكن بقولك ألف مبروك لي نهاية الموسم عمر الشتناوي الحكم كاس العالم الشباب ما محمد معروف أفضل حكم فبار دي كانت اللقطة الأخيرة بالنسبة لنا كابتن هاني معرفش لو كان في وقت ممكن نتكلم ولكن والله أنا طبعا بشكرك على